السلام عليكم يحتل الإنسان في التصور الإسلامي إذن المنعوت هنا المنعوت هو التصور تصور هو المنعوت إذن بماذا نوعيت هذا التصور بماذا نوعيت هذا المنعوت نوعيت بأنه الإسلامي إنه إسلامي تصور إسلامي إذن نعته نعت بأنه إسلامي نوعه حقيقي بما أنه مفرد إذن فنوعه حقيقي كذلك الجملة الثانية مرتبة متميزة مرتبة متميزة إذن من هو المنعوت هنا؟ المنعوت هو مرتبة إذن ما نعته ما نعته مرتبة إذن متميزة نعتها أنها مرتبة متميزة نوعه أيضا هو حقيقي حقيقي بمعنه مفرد إذن حقيقي بمعنه مفرد ثم لدينا الجملة الثالثة المسؤولية الموضوع ثقلها على كاهل الفرد المسؤولية الموضوع ثقلها على كاهل الفرد إذن من هو المنعوت؟ المنعوت هو المسؤولية ما نعتها؟ نعتها الموضوع إذن نوعه سببي إذن سبب المسؤولية هو الموضوع إذن سببي هو مفرد نوعه سببي مفرد الجملة الرابعة إيجاد توازن نتائجه محمودة إيجاد توازن نتائجه محمود إذن ما هو المنعوت هنا؟ المنعوت هو توازن هو المنعوت توازن إذن ما نعته نتائجه محمودة هو أيضا نعت حقيقي فهو جملة إسمية هو جملة إسمية يعني هي نعت التوازن إذن هي جملة حقيقية وهي جملة إسمية وبتلفة ونوعه حقيقي يلحق أدن يضر بسمعتهم أدن يضر بسمعتهم إذن من هو المنعوت هنا؟ المنعوت هو أدن أدا هو الذي تعرض لأن نعت بماذا نوعيت هذا الأدا إذن هذا الأدا نوعيت بأنه يضر بسمعتهم إذن هو كذلك حقيقي فهو جملة فعلية جملة فعلية فهو حقيقي إذن هذا بالنسبة لدرس يعني هذه بالنسبة لملاحظة ظاهرة النعت إذن ملاحظة الظاهرة اللغوية بعد ذلك ننتقل إلى التحليل أحلل ماذا يبين النعت إذن ماذا يبين النعت إذن يبين النعت منعوته يبين طبيعة منعوته وماذا نوعيته قارن بين النعت في الجملة الأولى والجملة الثانية إذن ماذا تلاحظون النعت في الجملة الأولى والجملة الثانية إذن في الجملة الأولى والجملة الثانية كان النعت مفردا يعني فهو حقيقي ماذا يصف الأول؟ الأول يصف التصور إذن النعت هو الإسلامي ماذا يصف؟ يصف التصور يصف التصور بأنه إسلامي ماذا يصف التاني؟ التاني يصف المرتبة المرتبة يصف بأنها متميزة إذن النعت هو عملية وصف إلى كم نوع ينقسم النعت؟ يعني من خلال الجدوان نكتشف أن النات هناك حقيقي مفرد هناك السببي المفرد هناك حقيقي جملة إسمية وحقيقي جملة فعلية إذن كما قلنا حقيقي والسببي هذا النوع الأساسيان إذن ماذا يبين النات الحقيقي؟ يعني النعت الحقيقي يعني يبين حقيقة المنعوت بشكل مباشر وماذا يبين النعت السببي؟ النعت السببي يبين سبب المنعوت يبين سبب المنعوت إذن كخلاصة لكل ما رأيناه إذن يمكن أن نقول أن النعت يبين صفة من صفات المنعوت وهو نوعان النعت الحقيقي وهو الذي يبين إحدى صفات الإسم الذي قبله أي المنعوت المنعوت السبب هو الذي يبين إحدى صفات الإسم الذي بعده أي المتعلق بالمنعوت الآن لاحظ الجملة الأولى والثانية فيما يتبع النعت الحقيقي منعوته إذن نكتشف أن يتبع النعت الحقيقي منعوته في إعرابه وفي نوعه وعدده وتعريفه وتنكيره هذا ما نراحضه إذن التصور الإسلامي إذن هذا معرفة والآخر معرفة هذا مذكر والآخر مذكر هذا مفرد والآخر مفرد إذن يتبعه في كل شيء إذن في الجملة الثانية أيضا مرتبة متميزة إذن يتبعه في إعرابه منصوب منصوب يتبعه في يعني هو مؤنت إذن مؤنت مؤنت ويتبعه أيضا في مفرد 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 إذن ومنصوب منصوب إذن يتبعه في كل شيء إذن النعت يتبعه منعوته في الإعراب وفي النوع وفي العدد وفي التعريف وفي التنكير يتبعه في كل شيء واضح؟ إذن كذلك فيما يتبع النعت السبب ما قبله أي منعوته وفيما يتبعه ما بعده إذن يتبع النعت السبب منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره ويتبع ما بعده في تذكيره وتأنيته ويأتي مفردان إذن دائما النعت السبب يأتي مفردان فقط يأتي مفردان إذن كيف جاء النعت في الجملتين الأخيرتين وما نوع كل جملة إذن جملة الأخيرة الأولى كانت جملة اسمية والجملة الثانية كانت جملة فعلية هل المنعوت معرفة أم نكرة؟ ما الذي يربط كل منهما بمنعوته؟ وبما أن النعت يتبع منعوته في إعرابه ما هو محل إعراب كل جملة منهما؟ إذن الإجابة عن كل هذه الأسئلة مرتبطة بهذا الاستنتاج الأخير كما يأتي النعت الحقيقي مفردان يأتي جملة الجملة النعتية تأتي دائما بعد اسم نكرة إذن الجملة النعتية دائما تأتي بعد اسم نكرة وتشمل على ضمير يربطها بالمنعوت إذن دائما تشمل على ضمير يربطها بالمنعوت إذن كاستنتاج من خلال هذا الدرس نستنتج أن النعت هو تابع يبين صفة من صفات المنعوت وهو نوعان النعت الحقيقي وهو الذي يبين إحدى صفات الإسم الذي قبله أي المنعوت وكذلك النعت السبب وهو الذي يبين إحدى صفات الإسم الذي بعده أي المتعلق بالمنعوت كذلك يتبع النعت الحقيقي منعوته في إعرابه ونوعه وعدده وتعريفه وتنكيره كذلك يتبع النعت السببي منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره ويتبع ما بعده في تذكيره وتأنيته ويأتي مفردا كما يأتي النعت مفردا يأتي جملة الجملة الناتية تأتي دائما بعد اسم نكرة وتشمل على ضمير يربطها بالمنعوت إذن هذا في إطار الاستنتاج يعني واضح درس النعت يعني واضح يعني أمور واضحة لا تحتاج إلى الكثير من التفصيل إذن أستفيد يعني في إطار الاستفادة إذن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال دائما الجمل التي تأتي بعد النكرات هي صفات والجمل التي تأتي بعد المعارف هي أحوال هي حال إذن هذا أيضا من الفروق بين الحال وبين الصفات الصفات التي هي نعوت إذن أطبق في إطار التطبيق يعني أطبق الدرس حدد النعت في الجمل التالية وبين نوعه التساكن المضمونة حقوقه هو ما يدعو إليه الإسلام إذن أين هو النعت هنا؟ هنا هو المنعوت التساكن المضمونة إذن كما نلاحظ التساكن هو المنعوت المضمونة المضمونة حقوقه إذن المضمونة حقوقه هو النعت المضمونة حقوقه هو النعت وهو حقيقي وحقيقي جاء جملة اسمية المضمونة حقوقه واضح؟ جملة اسمية وجاء عفوان هنا ودائما عندما يكون جملة اسمية ينبغي أن يكون نكرة إذن التساكن المضمونة إذن نعتبر المضمونة هو النعت المضمونة هو النعت إذن التساكن المضمونة حقوقه إذن هذا نعت سببي المضمونة نعت سببي وللس حقيقي نعت سببي لأن بيانه يأتي بحقوقه ما يدعو إليه الإسلام إذن تفصيله يأتي فيما بعد إذن هذا نعت سببي مفرد يكون دائما مفرد نعت سببي يكون مفردا إذن المضمونة هو نعت سببي مفرد المنعوت والتساكن هذا بالنسبة للجملة الأولى كما قلت حدد النعت النعت هو المضمونة نوعه سببي لا تصادق إنسانا أخلاقه سيئة إذن ماذا نعتنا هنا؟ نعتنا الإنسان بأن أخلاقه سيئة إذن المنعوت والإنسان المنعوت هو الإنسان والنعت هي أخلاقه سيئة أخلاقه سيئة وهي نعت حقيقي جاء جملة إسمية جاء جملة إسمية ثم الجملة الثالثة وضع له الضمانات القانونية إذن ما هو المنعوت هنا؟ المنعوت هي الضمانات هي المنعوتة وضع له الضمانات القانونية إذن القانونية هي النعت وهو نعت حقيقي مفرد الجملة الرابعة لا أحد ينكر تكامل التعاليم الإسلامية إذن هنا أيضا إذن من هو المنعوت هنا؟ التعاليم التعاليم هي المنعوتة وما نعتها؟ بماذا نعتها؟ نعتها بأنها إسلامية أو وصفت بأنها إسلامية إذن نعتها الوصف إذن وصفت بأنها إسلامية نعتها بأنها إسلامية نوعها نوع حقيقي وهو مفرد حقيقي مفرد ثانيا هاتي جملتين تشتمل الأولى على نعة حقيقي والثانية على نعة سببي إذن يمكننا نقول بالنسبة للجملة الأولى لا تشجع تلميدا نتائجه سيئة لا تشجع تلميدا نتائجه سيئة إذن تلميدا هو المنعوت نتائجه سيئة هو النعت وهنا أتى نتائجه سيئة جملة إسمية أتى جملة إسمية والنعت حقيقي جملة إسمية إذن الثانية نعت سببي إذن جملة الثانية تحتوي على نعة سببي يمكن أن نقول نجاح التلميدي مسؤولية النجاح مسؤولية موضوع ثقلها على كاهل التلميدي النجاح أمانة موضوع ثقلها على كاهل التلميدي إذن موضوع هنا هو نعت سببي لأن تفصيله يأتي فيما بعد هذا مثالا وحاولوا أن تأتوا بأمثلة من عندكم حاولوا أن تكتبوا على هذا المنوال وأن تجدوا جملا مرتبطة بمجال السكان يعني نبغي أن تبحثوا عن جمال يعني تحاولوا أن تبتكروا جملا من عندكم ثالثا هاتي جملة يكون أن نعت فيها جملة أن نعت فيها يكون جملة هذا ما فعلته في السؤال الثاني يعني هذا ما فعلته يمكن أيضا أن نقول مثلا دخان السيارات يسبب أمراضا للساكنة دخان السيارات يسبب أمراضا للساكنة أو دخان السيارات يلحق أدا بسكان المدينة مثلا على سبيل المثل هذا كمثال إذن رابعا أعرب ما يلي صيانة النفس البشرية أول حق يستهدفه الإسلام إذن هذه الجملة كما هو واضح جملة اسمية تبدأ باسم جملة اسمية ولسا فعلية صيانة صيانة هو مبتدأ مرفوع وهو مضاف مبتدأ مرفوع بالضم الضائرة في آخره وهو مضاف النفس مضاف إليه إذن مضاف إليه مجرور بالكسرة صيانة النفسي مجرور بالكسرة الضائرة في آخره صيانة النفسي البشرية البشرية هو نعت مجرور بالكسرة ونعت للنفس صيانة النفسي البشرية أول أول هو خبر المبتدأ مرفوع بالضم وهو مضعف مرفوع بالضم الضائرة في آخره أول وهو أيضا مضعف أول حق حق مضعف إليه مجرور مضعف إليه مجرور مضعف إلى أول أول حق يستهدف يستهدف فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره يستهدف والهاء المرتبط بيستهدفه يستهدفه الضمير ضمير متصل مبني على الضم في محل نص مفعول به مفعول به يستهدفه وفعل ومفعول به الإسلام فاعل مرفوع بالضمة والجملة الفعلية يستهدفه الإسلام في محل جر نعت هي النعت هي نعت ماذا؟ هي نعت أول حق هي نعت الحق إذن بهذا نقول قد أتينا على مختلف الأنشطة المرتبطة بالتطبيق وكذلك الأنشطة المرتبطة بهذا الدرس القيم درس النعت نتمنى أن يكون هذا الدرس واضحا بالنسبة لكم أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع درس جديد شكرا ونعه شكرا وشكرا